أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي رؤية إقليمية مشتركة للأمن تتضمن التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والتدخل في الشؤون الداخلية في دول المجلس ودول الجوار والتغييرات الجيوسياسية على المستوى الدولي والتحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وشملت الرؤية التي أعلنها مجلس التعاون مساء أمس في الريام تكثيف العمل لمواجهة التحديات المستقبلية في مواجهة الأمن المائي والغذائي واحتمالية تفاقمها على المستويين الإقليمي والدولي نتيجة للظروف الناشئة من التغيرات البيئية واندلاع الصراعات والأزمات بالإضافة إلى العمل المكثف لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة ويجنب العالم الآثار السلبية الناتجة عن تذبد بالأسواق واختلال سلاسل الإمداد الغذائية والعالمية والمطالبة بتجنب تسيس هذه القضايا